السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مبرمج احمد محمدي وحلقة جديدة من الكورس بتاعنا كورس دلوقتي احنا هنشرح المر عمليا هنقول هنا جيت باشير هنقول جيت برانش ماشي يقولك ان فيه برانش واحد مصر طب انا عاوزة كريات برانش في خطوة كده او انت عاوزة كريات برانش وتسويتش عليه بدل ما تكتب جيت برانش واس ومعد كده جيت شيك اوت لا انت بس مجرد انك تكتب جيت برانش شك اوت على طول بعدين داش بي ومسافة واسم البرانش بتاعك مثلا هنسميه بي صفر واحد ماشي يقول لك سويتشت وبرانش صفر واحد شوف انت على طول كرياتنا البرانش بتاعنا وكمان انتقلنا عليه ديريكتلي هنعمل ادت للبيج بتاعتنا وحنضيف هنا مثلا h2 this is for b01 اوكي هنعمل فايل وحنصيف الكلام داوت وحنيجي للبرنامج بتاعنا get وحنقول get add وهنا get commit minus m وهنقول ايه add line m b01 اوكي اوكي ايه كمات واندوس كده هلاص انت كده اقت الكمات تعال نشوف الجراف بتاعنا get get log . ndash – one line . . graph ماشي ونشوف كده اهوت اهوت هيقول لك ان انت كنت ماشي في البرانش دوت وبعد كده اطلعت وروحت سنقوم بعمل التعديل سنقوم بعمل البرنامج ونقوم بعمل get add ونقوم بعمل get commit minus m add to line in p انا بس كده عملنا التعديل التاني نرجع لل get log graph هيقولك انت عملت التعديل دوت في الماستر وعملت التعديلين دولات في ال P1 طيب كل التعديلات دي في الماستر وده التعديلين دولات في P1 انا خلصت شغل كده عاوز اعمل merge يعني انا خلاص انا موافق على الشغل دوت وعاوز امرجه في الماستر هسويتش لل master get out master نقل على master وبكل البساطة همجعله get merge وحقوله هنا P01 هايقولك انه خلاص fast forward نقل على مرش ماشي وحصل من الكمنت دوت الاخير واحد الهو ده بالكمنت ده حصل معهم merge ماشي قولنا تلات سطور ومسح سطر ويعني هي التغييرات اللي عملناها في system نرجع في راجعات نشوف اللوج بتاعنا ها انا خلاص انا خلاص بجعت تاني خلاص ده الماستر والبي وان اصبحهم هما الاتنين اي مرجت اصبحهم هما الاتنين واحد الكمنتات انضافت كلها في الهد مستر بتاعنا الهد مستر هو الهد الكمنت ده كمان اضافوا كلهم اصبحهم ايه في خط واحد اه هرجع تاني انا مسلا لا انا عاوز اعدل تاني على الكود ماشي هون هنا جيت اه شاك اعود هرجع على البي ماشي انا دلوقتي عاوز اعمل تعديل كمان خش هنا ماشي هروح للسيستم مثلا اوز امسح القلط ده فايل سيف وهعمل كده هنا جيت اه اد جيت كميت مينس ام بتير مسلا ماشي اه مثلا اه او فاكس انضبو بي بي صف واحدة اعملنا تحديث للكود نرى اللوكبة بتاعنا نريد هون نريد الهد ترجع تاني على البيوان. طيب انا انا عاوز ارجعه تاني بقى للمسر. بس احنا عملنا مرج اساسا هنا. دلوقتي لو عملت كده هيحصل المشكلة ان هو مش فاهم. فانت تقول لأ انا عاوز تعمل مرج وتكاين هو دوت التعديل اللي حصل في المرج اساسا مش اللي قابليه. هتعمل سويتش على الهول ماستر ماشي وبعد تعمل له لجيت مرج وبعد هنا داش داش ان او داش داش فاست فورورد اللي هو اف اف. وبعد ان تدخل له هنا بصفر واحد اللي هو ايه سويتش بتاع. اه سوري 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 كده بس ايوان. هيفتح لك المسج داية. تقال له كده. هو انا عشان مختار الاديتور بتاعي نوت باد. ماشي. فهو هيفتح لك نوت باد عشان يقول لك ايه اسمه دا. لازم تحطي لي مسج هنا. فانا مسلا هقول مرج برانش بي وان اه وز ماستر. ماشي. لو انت عاوز الرسالة دي ما تفتح لكش ممكن بمنطقة البساطة تدوس داش ام وانت بتعمل الايه المرج من النوع داوت. لان انت دا مرج خطر اساسا. ماشي. وبعد هنا هتصيف. بعد اقفل. اهو خلاص. تمت الاضافة تماما ليك وتم المرج. تشوف هنا الجيت لوب تاني. اهوات شايفين. اهوات. هيقول لك ايه. انت طلعت بدوت. دا كميتة عادي كان في اللاين بتاعك. ماشي. وبعدين حملنا اضافة اللي هو عملنا المرج بقى خلاص حصل في البي وان داوت اللي هو داوت. خلاص. وحتمال لك كميتة جديد بالاضافة الجديدة. ماشي. ماخدش داوت اهو. ماخدش كميتة داوت. بس طلعه لك بره وقالك انه ايه. خلاص انا هاضيف. الاضافة بتاعتك من غير. اه. من. باسمه دا. بزي ما تقول كده ايه. بنوع بكميتة بكميتة جديد. ماشي. ودي استخدامات المرج. زي تعمل مرج. بس كل داوت في الكلاسيك وي. طب انا اكيه عشان نطلع. في الكلاسيك وي. المحاضرة الجاية. هاشرح لكم فيها الايه. الكونفليكت. اللي هو الترو مرج. طب انا تكون المحاضرة مفهومة. ووصلت ليكم اه 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 اي استفسارات سيبوها في ديسكريبشن. اه سوري في الكومنت. لو عجبك الفيديو دوس لايك. لو مش عجبك دوس دوس لايك. اه. ويا ريت تسيب رأيك في الكومنت تحت. رأيك مهم جدا لينا. ويا ريت. اه. تبص بصة على اللينكات اللي في ديسكريبشن. اه. ولقنا نلقاكم مجددا لكم مني كل التحيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.